بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تحدثنا في اللقاء السابق عن قواعد التفسير من حيث تعريفها وأهميتها وذكرنا بعض المؤلفات التي ألفت في قواعد التفسير مع ذكر أنواع القواعد وأنها إما قواعد عامة تتعلق بالتفسير وفهم المعنى أو قواعد تتعلق بالترجيح بين الأقوال سنذكر في هذا اللقاء إن شاء الله نماذج من قواعد التفسير نماذج من قواعد التفسير المهمة من القواعد المشهورة وهذه مرت معنا في أسباب النزول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هذه قاعدة كبيرة جدا في التفسير وفي أصول الفقه مهمة جدا في فهم النصوص وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فإذا وردت آية على سبب خاص فإنها لا تخسر عليه بل ينظر إلى عموم لفظها ومثالها مثلا قولوا تعالى إن شانئك هو الأبتر فإنها كما قل نزلت مثلا في العاصب نوائل السهمي وقل نزلت في عقبة بن أبي معيت وقل نزلت في جماعة من قريش قال ابن جرير وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره أخبر أن مبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأقل الأذل المقطع عقبه فذلك صفة كل من أبغضه من الناس وإن كانت الآية نزلت في شخص بعينه لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طبعا يدخل في هذه القاعدة كل الآيات التي وردت بلفظ عام ولها سبب خاص كآيات الظهار وآيات اللعان وما شابه ذلك كما مر معنا في أسباب النزول تحت هذه القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ومن القواعد في علم التفسير الخبر على عمومه حتى يأتي ما يخصصه أو اللفظ على عمومه حتى يأتي ما يخصصه فالأصل أن الخبر إذا جاء عام فيبقى على عمومه ولا نخصص هذا العموم حتى يأتي ما يخصصه فمثالها قوله تعالى ووالد وما ولد قيل الوالد آدم وما ولد ولده وقيل إبراهيم وولده وقيل بل هي عامة في كل والد وولده وهو الصحيح لأن الأصل في اللفظ العموم قال ابن جليل والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا أقسم الله بكل والد وولده لأن الله عم كل والد وما ولد وغير جائز أن يخص ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر أو عقل ولا خبر بخصوص ذلك ولا برهان يجب التسليم له بخصوص فهو على عمومه كما عمه هذه قاعدة مهمة أن الألفاظ العامة إذا وردت فإنها تبقى على عمومها وتحمل على جميع المعاني الداخلة في العموم ولا تخصص إلا بحجة يجب التسليم لها والحجة إما عقلية أو نقلية من القواعد كذلك إذا اختلف المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فالمقدم الشرعي إلا بدليل لأن القرآن نزل لبيان الشرعي لا لبيان اللغة كما ذكر ذلك الشيخ نعثيمين في رسالته في أصول في التفسير وهي قاعدة أصلاً موجودة عند العلماء من حيث التطبيق إذا وردت معنى للفظ معنى الشرعي ومعنى اللغوي فإننا نقدم المعنى الشرعي في ألفاظ الشرع لأن القرآن نزل لبيان الشرع لا لبيان اللغة مثال ذلك بالمثال يتضح الكلام قوله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا لا تصلي تصلي هنا لها معنية المعنى اللغوي وهو دعاء والمعنى الشرعي هو الصلاة على الجنازة لأنه قال ولا تصلي على أحد منهم مات فالصلاة في اللغة الدعاء وفي الشرعي صلاة الجنازة والمقدم هو المعنى الشرعي وهو صلاة الجنازة يعني لا تصلي عليه صلاة الجنازة المعروفة فإن فإن دل الدليل على اعتبار المعنى اللغوي دون الشرعي وجب الأخذ به كما في قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم صلي عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم أي أدعو لهم فحمل وصلي عليهم هنا على الدعاء ودليله حديث عبد الله بن أبي أوفى حيث قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صلي على آل فلان فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صلي على آل أبي أوفى أخرجه البخاري ومسلم إذن الأصل أن يقدم المعنى الشرعي إلا إذا دل الدليل على تقديم المعنى اللغوي من القواعد كذلك والقاعد الرابعة تحكيم السياق عند الاختلاف عند ورود اختلاف في تفسير الآيات أو تفسير الآية فإننا نحتكم إلى سياق الآية والسياق مهم جدا طبعا السياق هو السياق الذي وردت فيه الآيات وهو السباق الذي قبلها واللحاق الذي بعدها ماذا يتكلم السياق عنه ما الذي يتناسب مع هذا السياق قوله تعالى إنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع لكم أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتابع لكم أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ما معنى وابتغوا ما كتب الله لكم قيل هو الولد وقيل ليلة القدر وقيل ما أحله لكم ورخص لكم فيه والأول أرجح لمناسبته السياق حيث جاء عقب فالآن باشروهن فالآن باشروهن قبله وابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم ما هو الولد هذا يدل على مشروعية طلب الولد عندما يأتي الرجل زوجه وأهله القاعدة الخامسة تحكيم الرسم عند الاختلاف يعني رسم المصحف في ذا ورد خلاف بين قولين أحدهما موافق للرسم والآخر غير مخالف فإننا نقدم ما دل عليه الرسم مثال ذلك قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى فلا تنسى هل الله هنا ناهية ولا نافية فقيل إنها نافية وقيل ناهية والصواب أنها نافية لماذا؟ لأنها لو كانت ناهية لكانت فلا تنسى بدون الألف لأنها تكون مجزومة بحذف حرف العلة والصواب الأول لأنها لو كانت ناهية لجزم الفعل بحذف حرف العلة فلما كانت مرسومة هكذا تنسى فلا تنسى جل على أن لا هنا للنفي لا للنهي لأن الناهية تجزم وإذا كان الفعل مجزوما وكان مختوما بحرف العلة فإن حرف العلة يحذف من آخره وحرف العلة هنا لم يحذف في الرسم إذن الراجح أن لا نافية لا ناهية وكذلك قوله تعالى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون بعض المفسرين قالوا إن المعنى وإذا كالوهم ويكون الضمير في محل الرفع وبعض قال وإذا كالوهم يعني كالو غيرهم ووزنوهم أو كالوهم ووزنوهم طبعا الراجح هو الأول كالوهم أو وزنوهم لأنها لو كانت كلمة كالو مستقلة وهم مؤكدة لأتبعت كالو في الرسم بألف الفرق ولكتبت هكذا كالوهم ووزنوهم وليس الأمر كذلك ليس فيها الألف وإنما هي متصلة فدل على أن المعنى وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ومن القواعد يجب تفسير المعنى على الأغلب من استعمال العرب وهذه قاعدة كبيرة يجب تفسير المعنى على الأغلب من استعمال العرب أي دون الشاذ والقليل والمنكر ومنها قوله تعالى لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا قيل في البرد قولان الأول برد الهواء الذي يبرد جسم الإنسان والثاني النوم لا يذوقون فيها بردا أي نوما قال ابن جرير والنوم وإن كان يبرد غليل العطش فقيل له من أجل ذلك البرد فليس هو باسمه المعروف وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره إذن يفسر الكلام بما هو المعروف فالبرد في اللغة هو البرد المعروف وليس النوم ومن قواعد التفسير وجوب مراعاة معهود القرآن وطريقته في البيان وجوب مراعاة معهود القرآن وطريقته في البيان وجوب مراعاة معهود القرآن وطريقته في البيان والمراد أن اختيار التأويل الموافق لطريقة القرآن ومعهوده الكل أو الأغلب هو المتعين مثال ذلك قوله تعالى إنه على رجعه لقادر على رجعه الضمير هنا يعود على إيش على رجع الإنسان لقادر والمعنى أنه قادر على رجعه ورده للحياة بعد موته أو يعود إلى الماء الذي ذكره الله قبل يخرج من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أي أن الله قادر على رد الماء إلى الصلب أو الإحليل الذكر والصواب الأول أن المقصود وإن الله على رجع الإنسان لقادر لأن المعهود في القرآن الاستدلال بالمبدأ على المعات وأما القول الثاني فلم يأتي لهذا المعنى نظيره في موضع من القرآن كما في كتاب التبيان للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في أغسام القرآن قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم قيل الآيات القرآن ومواقعها نزولها شيئا بعد شيء آيات القرآن ومواقعها نزولها نزولها شيئا بعد شيء وقيل هي النجوم المعروفة في السماء وهو الراجح لأن النجوم حيث وقعت في القرآن فالمراد بها الكواكب أو النجوم التي في السماء كما قال الإمام بن القيم في كتابه التبيان في أقسام القرآن إذن عندنا سبع قواعد من القواعد التفسيرية ذكرناها لكم كنماذج وإلا فالقواعد كثيرة ومن أراد التوسع فعليه بكتاب قواعد التفسير للشيخ خالد السبت من القواعد مثلا التفسير يكون إما بنقل ثابت أو رأي صائب وما سواهما فباطل أفضل طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن إذا صحت تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يلتفت إلى ما خالفه كلها قواعد من القواعد المهمة المذكورة في كتب قواعد التفسير هذه بعض الأمثلة على قواعد التفسير والنماذج أردنا بها التعريف بهذه القواعد ومعرفة أهميتها مع ذكر الأمثلة ولا شك أن ضبط قواعد التفسير من أهم المهمات التي يحتاجوا إليها طالب العلم والمتخصص في التفسير أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى والله أعلم صلى الله على ربينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر